مرحبا يا أعزائي كيف حالكم؟ أتمنى أن يكون الجميع بخير اليوم سأحكي لكم قصة بعنوان التيس الشجاع والتيس يا أعزائي هو ذكر الماعزة وهما من حيوانات المزرعة مستعدون لاستماعي للقصة؟ إذن هيا بنا في أحد الأيام صاق راع قطيعه من الماعز ليبيعه في السوق فابتعد عن القطيع معزة وتيس وضاعا في الغابة أثناء سيرهما في الغابة وجدا شجرة كبيرة جدعها مجوف فاتخداها مأوى لهما بعد مرور بضعة أشهر ولدت الماعزة ثلاثة جديان مر بالقرب من مأواهما نمر جائح يبحث عن الأكل فلما علمت به عائلة التيس خافت فطلبت تيس من الجميع الهدوء والتزام الصمت كان أحد الجديان في تلك اللحظة نائما فالسيقض من النوم وبدأ يصرخ فسمعه النمر واقترب من جدع الشجرة ليبحث عن مصدر الصوت خطر ببال التيس فكرة فراح يتكلم من صوت مخيف أكلت اليوم بقرتين في الصباح وثلاثة خنازير في المساء ولكن ما زلت جائعا سمع النمر الصوت المخيف فتوقف عن الاقتراب من جدع الشجرة واصل التيس كلامه سأذهب حالا يا سيدي وأحضر لك نمرا لتتعشى به سمعه النمر فهرب مسرعا وهو يرتعد من الخوف التقى النمر في طريقه بسعلب فقال له ابتعد عن هذه الغابة لأن فيها وحشا خطيرا لا يشبع فقال له السعلب صاخرا لا يعيش معنا في هذه الغابة غير عائلة صغيرة من الماعز وها أنا داهب لأتعشى بجد من جديانها تشجع النمر قليلا وقال للسعلب خذني معك لأتعشى بجد آخر فإني جائع وإن كنت كاذبا سأتعشى بك قال التعلب اربط ذيلك بذيلي لنذهب سويا وستعرف أن ما قلته لك صحيح وسوف تتعشى الليلة بوجبة لذيذة رأى التيس النمر والتعلب قادمين فلما اقتربا من جدع الشجرة تكلم بلهجة حازمة مر وقت طويل ولم يأتني التعلب بالنمر سوف أعاقبه عندما يعود سمع النمر كلام التيسي فهرب ناسيا أن ذيله مربوط إلى ذيل الثعلب فسقط الاثنان في حفرة عميقة هكذا كانت نهاية قصة التيسي الشجاعية أعزائي أتمنى أن تنال إعجابكم إلى اللقاء